بعد فترة هدوء من حرب التصريحات والتصريحات المضادة التي ميزت صيف جبهة التحرير الوطني وبعد فترة غياب استغلها معارض أمينه العام عمار سعداني لتأجيج الفجوة داخل الحزب والتي وصلت حد المطالبة بإقالته من منصبه سيعود الأمين العام للحزب للنشاط عشية الدخول الاجتماعي نشاط سيدشنه الأسبوع المقبل بتنصيب لجنة الدراسات والإشراف الخاصة بتشريعية 2017 وتوجيه تعليمات لضمان دخول اجتماعي هادئ تدخل في إطار التزامات الحزب تجاه الحكومة الأخ الأمين العام سيشرف شخصيا على تنصيب لجنة الدراسات والإستشراف سيتم أيضا اجتماع المكتب السياسي هذا أيضا في الأجندة وتحذيرا لانعقادة دورة العادية للجنة المركزية اللي راح يكون مفي الموعد المتاحة بداية شهر أكتوبر إن شاء الله فتنوا رفق الحكومة بإذن الله لضمان دخول اجتماعي هادئ غياب سعداني الذي أثار الكثير من الجدل في الساحة السياسية طيلة الصائفة والذي قابله نشاط مكثف لمعارضيه أرجعته قيادة الأفلان لاكتساح الرجل الساحة السياسية بتصريحاته التي غالبا ما كانت تصنع الحدث ظهور الأمين العام وغياب الأمين العام كلاهم يصنع الحدث الرسمي والأخ الأمين العام سيستانف أشغاله عن مقارب إن شاء الله بعد انقضاء عطلته السنوية كل ما قيله عبارة عن أوهام وشائعات الأخ الأمين العام سيستانف الأشغال انتعوا وسيدير بنفسه هذه العملية التحضيرية للاستحقاقات قيادة الأفلان لم تخفي ترقبها الإفراج عن قرار تنصيب الهيئات العليا التي أقرها الدستور الجديد في مقدمتها المجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عشية افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان ترجمة نانسي قنقر